الحمد لله رب العالمين محمده جل وعلا ونثني عليه ونشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد ولقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء وغفر الله ذنبه نواصل فيه قراءة كتاب الصلاة من المختصر تفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي من وراء الناس وأنت راكبة على بعيرك والناس يصلون فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ والطور وكتاب مستور فلم تصلي حتى خرجت قوله عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي يعني أنني مريضة وتوجع وأنني لم أستطع الطواف طفاف الإفاظة وفي هذا أن المرض والشكوى يكونوا أفاضل الناس وعلى غيرهم وقولها وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الحج في يوم الثالث عشر رمى الجمرات بعد زوالي الشمس ثم ذهب إلى المحصب وصل فيه الظهر والعصر والمورب والعشاء مجموعة مقصورة وفي آخر الليل ذهب إلى مكة وطاف للوداع وصلى بالناس ثم خرج إلى المدينة قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت فيه جواز تأخير طواف الإفاظة إلى ما بعد أيام التشريق وأنه لا يلزم أن يؤتى بطواف الإفاظة في يوم العيد أو في أيام منا وقد قال طائفة بإيجابي أن يكون الطواف في أيام منا ولكن هذا الحديث يدل على خلاف قولهم كذلك ورد في حديث صفية لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن طوافة بالبيت فلم ينكر عليها تأخير الطوافة وفي الحديث جواز الجمع بين طواف الإفاظة وطواف الوداع بحيث يطوف الإنسان في آخر مناسك الحج ثم بعد ذلك يغادر إلى بلده فيكفيه عن طواف الإفاظة وطواف الوداع وفي الحديث مشروعية الإقامة لصلاة الصبح وفي الحديث تسمية صلاة الفجر بالصبح وفي الحديث جواز الطواف من وراء المصلين وأن ذلك طواف صحيح مجزئ وفي الحديث جواز الطواف راكبا وقد اختلف العلماء في طواف الراكب فقال طائفا بعدم إجزائه وقال آخرون إنما يجوز لمن طاف وهو مريض أما من كان صحيحا فإنه لا يحل له أن يطوف راكبا وظاهر هذا الحديث مع حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا يستلم البيت بمحجن معه يدل على جواز طواف الراكب وقوله على بعيرك فيه جواز إدخال البعير في المسجد وقد قصر المؤلف ذلك على ما كان له سبب فقال باب إدخال البعير في المسجد للعلة وفي الحديث الإشارة لطواف النساء بالبيت وفي الحديث أيضا جواز الطواف حال إقامة الصلاة وأنه لا يلزم المرء أن يصلي مع الجماعة في المسجد إذا كان يطوف كما فعلت أم سلمة وفي الحديث مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الفجر ولذا سمعت أم سلمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي الحديث صلاة الإمام جنب البيت وفي الحديث جواز تأخير سنة الطواف وصلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس وفي الحديث جواز أداء سنة الطواف خارج المسجد ولا يلزم أن تكون داخل المسجد أحسن الله إليكم قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما اخترقا تفرق النور معهما صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله قوله عن أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وفيه فضيلتهما وفيه كرامة لهما مما يثبت كرامات الأولياء ولكنها لا تعني تركا لحكم شرعي أو جعل ما يفعله هؤلاء الأولياء حجة ودليلا شرعيا وفي الحديث جواز اتخاذ المصابيح التي تنير على الناس الطريقة صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد خير فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو العبد المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فيه مشروعية الخطبة وظاهر هذا الحديث أن هذا لم يكن يوم جمعة وفيه جواز الخطب في غير الجمعة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبينما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله تعالى فيه فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا وفيه أن أبا بكر فهم ما لم يفهمه غيره من هذا الحديث مما يدل على تفاوت الناس في رتبهم في الفهم وأنهم ليسوا على رتبة واحدة وفي الحديث مكالمة الخطيب والحديث معه ولذا قال أبا بكر فديناك بأبائنا وأمهاتنا وفيه تقديم الإنسان لنبي الهدى على قرابته وعلى نفسه فيحبه محبة أعظم من محبته لنفسه وفي الحديث أن من لم يفهم أمرا فإنه يتعجب منه وأن من لم يفهم أمرا فعليه أن يسأل من فهمه ليعلم حقيقته وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة ما لأهل الفضل من فضل كتقربه لمعرفة فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وفي الحديث جواز البكاء إذا ورد على الإنسان ما يكون سببا لبكائه وفي الحديث أن من أسباب البكاء أن يفارق الإنسان من يتعاون معه على طاعة الله عز وجل وما يكون سببا من أسباب إقدامه على أنواع الطاعات والعبادات وفي الحديث قرب أبي بكر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم الصداقة التي بينه وبين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وفيه أن من أعظم العلاقات أن يكون بين الاثنين مودة دين الإسلام ومحبته وأخوته وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الممر في المسجد وجواز اتخاذ الخوخة من نافذة أو مدخل للمسجد وفي الحديث جواز وضع باب صاحب الفضل على المسجد متى علم منه صيانة المسجد والقيام بحقه أسم الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا عاصبا رأسه بخرقه فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنتم اتخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي ولكن أخوة الإسلام أفضل سد كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر قال ابن عباس أما هو فإنه أنزله أبا قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فيه أن الأمراض والمصاعب تكون على الأنبياء وأصحاب الفضل وفي هذا الحديث جوازوا الربط على الرأس عند حدوث الألم فيه وفي هذا الحديث صعود المريض على المنبر لأداء الخطبة وظاهر الحديث أنها لم تكن خطبة جمعة في الحديث استحباب بداءة الخطب بحمد الله تعالى والثناء عليه وفي الحديث فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن من بذل من نفسه ومن ماله ومن وقته في نصرة دين الله جل وعلا كان ذلك من أسباب رفع مكانته وعلو منزلته وفي هذا فضيلة النفق في سبيل الله تعالى وفي الحديث إثبات الصحبة والأخوة لأبي بكر رضي الله عنه وبيان فضله ومكانته وفي الحديث التذكير بالأخوة الإيمانية والتذكير بالعلاقة التي تكون بين أهل الإيمان بهذه الأخوة وفي الحديث وضعوا النوافذ ونحوها على المسجد إذا لم يكن فيها مضرة على المسجد وفي الحديث الإشارة لمسألة الجد والأخوة فإذا ما تميت وورثه جده وعدد من إخوته فما الحكم حينئذ قال طائفة بأن الجد ينزل منزلة الأب وبالتالي يحجب الإخوة وهو الذي اختاره ابن عباس هنا ونسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يختاره فقال فإنه يعني أبا بكر رضي الله عنه أنزله أي أنزل الجد أبا فجعله يريث ميراثا الأب وقد قال بهذا فقهاء الحنفية وطائفة من أهل العلم وهناك من قال بأن الجد والأخوة يشتركون في الميراث على طريقتين مشهورتين في كيفية التقسيم بينهما وقول الحنفية في هذه المسألة أقوى لعدد من الأدلة منها حديث الباب أحسن الله إليكم قال عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه كنت قائما في المسجد فيه اللبث في المسجد ولو على جهتي القيام قال فحصبني رجل أي رماني بحصات من الحصباء وفيه تنبيه الآخرين بمثل ذلك قال فنظرت أي التفت إلى مصدر تلك الحصات فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين في ذلك الوقت وخليفة في ذلك الزمان فقال عمر للسائب ابن يزيد اذهب فأتني بهذين وفيه تكليف الإنسان بالإيتيان ببعض من يرى الإمام مشروعية الإيتيان بهم فقوله فجئته بهما أي أحضرت الرجلين له فقال من أنتما فيه سؤال الرجل والمرأة عن اسمه ليتعرف حاله وفي الحديث تعريف الإنسان لنفسه بنسبته للبلد التي يسكنها ولذا قال نحن من أهل الطائف وفي الحديث عدم جواز رفع الأصوات في المساجد بما يشوش على المصلين والمعتكفين إلا إذا كان لأمر مشروع من مثل تدريس العلم أو أداء الصلاة نافلة جماعة وفي الحديث أن من جهل هذا الحكم فإنه لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من المأثم وإنما يعلم ويوجه إلى خلافه حسنا الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأرى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت لهما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل مفرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الليل مثنى مثنى ويتر برفعة ويصلي رفعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذى نبي ابنين قول ابن عمر سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطب على المنبر فيه سؤال الخطيب في أثناء الخطبة بما يتعلق بالأحكام الشرعية وفي الحديث مشروعية الصعود على المنابر عند وجود الخطبة وفي الحديث الرجوع إلى أهل العلم بسؤالهم عما يقع الاستشكال عنه وفي الحديث الاهتمام بصلاة الليل وتفقد الإنسان لنفسه في ذلك قوله صلاة الليل مثنى مثنى أي أن صلاة الليل تصلى بركعتين ركعتين وأخذ من هذا جماهير أهل العلم مشروعية تكون صلاة الليل كذلك بحيث لا يزيد الإنسان في التسليمة الواحدة على ركعتين وقد وقع الاختلاف بين الآئمة في أداء صلاة الليل بأكثر من ركعتين فذهب جماعة ومنهم الإمام الشافعي إلى جوازي أن تصلى صلاة الليل بأكثر من ركعتين فستدلوا عليه بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنهما قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يلزم أن تكون الأربع بسلام واحد فإنه إذا كانت الأربع متواليات اكتفوا بذكر كونها أربعة عن ذكر كونها قد سلم فيها من كل ركعتين وذهب جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أهل الحديث وهو مذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز أن تصلى صلاة الليل بأكثر من ركعتين حتى لو قدر أن الإنسان قام لثالثة فقرأ فنبه فإنه يعود فيجلس للتشاهد ويسلم بعد ذلك ودليلهم حديث الباب فإنه قال صلاة الليل مثنى مثنى وفي الحديث جواز الاكتفاء بركعة واحدة في صلاة الوتر كما قال بذلك الجماهير خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي الحديث بناء صلاة الليل بعض ركعات على بعضها الآخر وفي الحديث مشروعية أن تكون ركعة الوتر في آخر صلاة الليل ولكن لو قدر أنه أوتر أول الليل جاز وقد ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وطره إلى السحر صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جعلوا آخر الصلاة بالليل وطر وبيانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفي الحديث جوازوا رواية الحديث بالمعنى فإنه لما قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فهذا رواية للخبر بالمعنى وفي الحديث بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التي كان يفعلها في صلاة الليل فقد كان يصلي الليل مثنى مثنى بركعتين ركعتين ويوتر بركعة وفي الحديث مشروعية سنة الفجر يهديها لإنسان قبل صلاة الغداء وفي الحديث أن سنة الفجر مستثنات في أوقات النهي وفي الحديث المسارعة بأداء سنة الفجر بمجرد دخول وقتها وبمجرد وجود الأذان فيه أيضا فائدة أخرى وهي مشروعية وضع اليدين عند الأذنين بالنسبة للمؤذن بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلها على خير حال هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين